وفي تمام الساعة 3 بعد منتصف الليل قالوا حضرتك والستاذ أدهم زوج مدمها أيوة البقاء الليل يا فندم مدمها ماتت في حادثة أدهم بصدمة إيه وبعد ساعة هو حصل إيه لو سمحت ممكن تفهمني أنا متأسف جدا أن أقول لحضرتك أن مدمها كانت ركبة مع شاب لوحدهم وكانوا صخرانين تينا وخبطوا في عربية ريلا واللي اتنين ماتوا أدهم بصدمة حضرتك أكيد الكلام ده فيه سوء التفاهم أكيد دي مش مراطي طيب حضرتك ممكن تبص على صور الحادثة وتتأكد بنفسك أدهم بصدمة أنا مش مصدق مش مصدق أنها مهى وتعمل كده وتقلع حجابها وتلبس اللبس المكشوف ده ومش بس كده تشرف خمرة وتكون مع شاب وقعد يبكي وفعلا من عاش على شيء مات عليها ربنا بيمهل للعاصي لكن لما بيتمدى بيفضحه وبيأخذه أخذ عزيز مقتدر فزي ما ربنا عز وجل غفور رحيم فربنا برضو شديد العقاب وفبت إنجي اهدي بالله عليك يا فيروس أقصب عني يا إنجي مش مصدق أنه حساب يرميني الرمية دي قضاء ربنا عز وجل وقدر لعله خير تعرف يا فيروس قصتك دي فكرتني بواحد اسمه الوزير رضا كان بيحب الملك جدا وكل ما يحصل حاجة يقول للملك لعله خير وفي يوم الأيام ماتت أم الملك وساعتها قاله الوزير رضا لعله خير كان ممكن تموت وهي أغضبان عليك وفي يوم كان الملك قاعد فجاله خبر إن ابنه كان راكب على فرص ووقع والفرص دس عليه فمات فقاله الوزير لعله خير صبر الملك وبعد أيام جاله خبر إن زوجته حامل وربنا عوضه وفي يوم تاني كان الملك بيقطع طفاحة بسكينة فقطعت صبع من صابع اللي كان بيلبس فيه خاتم الملكة فقاله الوزير لعله خير اتعصب الملك جدا وقاله إزاي تقول لي خير فيها ايه خير ده ده يتقال علي الملكة بالصبع مقطوعة اتدايق الملك منه جدا وأمر الحراس ياخدوه ويسجنوه وكان بيردد وهو ماشي لعله خير ساقت الحل النفسية للملك وأشرع للأطباء أن يخرب يغرى يرجوه في غابات أفريقيا وبالفعل راح وكان بيصطاد فجرب خيره وراء الغزالة بس بعد عن الحراس استاد الغزالة ونزل من الحصان عشان يشيلها ولسه بيرفع راسه لأحواليه مجموعة من أكل لحوم البشر مسكوا أي يدوه وكان من عادتهم أن يبدأ بالأكل هو زعيم القبيلة وفعلا خرج وبدأ يعملوا التقص بتاعته عشان يأكل إيد الملك اللي هو أول حاجة بيبتجي بيها في جسم الإنسان هي الإيد اليمين بس على إيدين الملك لأ أنه صبع من صابع ناقص وده عندهم اللي يأكل حاجة زي كده هيتصب بلعنة هو والقبيلة كلها فأمرهم على الفور أنهم يركبوا حصانه ويبعدوا عن هنا الملك ما بقاش مصدق أن ده حصله رجع مملكته وقعد ينجي على الوزير رضا اللي نسى تماما أنه دخلوا السجن وأمر بإخراجه ولما اخرج الوزير كان بيجر السلاسة اللي مقيدة إيده ورجله وهو ماشي بيقول لعله خير هنا الملك قال له يا وزير حصل كذا وكذا وربنا نجاني بسبب إصابة اللي في الصبع وفعلا لعله خير بس أنا كنت عاوز أسألك أنت وانت ماشي دايما قاعد تقول لعله خير رغم أنهم أخذوك وجروك ودخلوك السجن كان إيه الخير في كده قال له الوزير بكل أريحية وطمأنينة قال له بص يا ملك أنت عزيز على قلبي ولو شفتهم أخذوك كنت جاريت وراك كان ساعتها ما سكني وما سكوك بس لما يلاقوا صبعك بالشكل ده هيسبوك أما أنا سليم فهياخدوني فلعله خير دحك الملك وكمل كلامه ورح أقول له ليه دايما بتكرر الكلمة ديت قال له لأن بحب حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته صراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ربنا يبارك لي فيك يا إنجي يا رب القصة دي تلمست قلبي قوي وخلتنا بص للموضوع بشكل تاني ويربنا يراجيه ويراجي قلبي اللي تقاصر اللهم أمين يا حبيبتي ادخلي نمي شويتين عشان تستريحي حاضر يا حبيبتي أصلي بس رقعتين قيم ليل وبعدها نم بإذن الله وذلة أدهم اللي أول ما وصل البيت جرع لبنته وحضنها وقل بحزن شفت عملت يف بنتك المسكينة أقول لها إيه أنا دلوقتي يا رب بذبرها من عندك بابي أما ما فين ساكت أدهم وبصل البنت بحزن وما عرفش يرد بابي مش بترد علي ليه؟ هي في مكان تاني حبيبتي يعني مش هشوف مامي تاني؟ أدهم بيغير الموضوع وبيقول لها طيب إيه رأيك يا حبيبتي تنامي دلوقتي؟ وبكرة نتكلم بإذن الله عشان بابي لسه جاي من برة تعبان هادر يا بابي أمصر للفجر ونام إيه يا حبيبتي؟ أعملها إيه دلوقتي؟ الحمد لله يا حبيبتي قلب طيب أنا نزل الشغل محتاجة حاجة؟ سلامتك يا حبيبتي أنا كمان هنزل أدور على شغل طيب ممكن تستريحي ومن كده؟ وبعدها تدوري معلش هأنجي عشان خطر سيبيني براحتي ربنا يوفقك يا رب وفي إحدى المدارس الخاصة السيفي بتاعك ممتاز شكرا لحضرتك يا فندم بصي أنت هتكوني مساعدة مدرسة لمدة سنة كاختبار لك وبعدين تكوني مدرسة أساسية كفيروس بفرحة تمام حضرتك بس بشرط اتفضلي تقلعي الهرجالة اللي أنت لابساها دي مش فاهمة يعني تقلعي الخمر ده اللي أنت لابساها ويتلبس بدله طرحق سيارة والعباية دي يتلبس بدلها بانطلنات فيروس بصدمة إيه؟ أنا أسفة جدا مش مستعدة بيع آخرتي عشان دنيا بعد إذنك بالرغم من اللي حصل لها ده واحتياجها جمد للشغل بس كانت خرجة بسعادة لأنها اتحطت في اختبار واختبار صعب وحست بشعور الصحابة لما كانوا بيمتحنوا في دينهم وبيثبتوا وقد إيه؟ كان إحساس وشعور رائع إنك تترك شيء لله وقلبك بيونبط إن العوض جاي بإذن الله وفي إحدى المدرس الدولية للأغنياء؟ للأغنياء؟ يعني إيه مفيش مدرسة قرآن مناسبة؟ والترمي بدأ في بتاعك وقبليني عند المدرسة اللي أنا شغل فيها الساعة واحدة بالظبط عقبال مشرف على الأطفال في البص سوسا بلافة هاااااا قالت لك إيه؟ ووحدة بالظبط هتكون هنا ينصر جينك يا شيخ هو في تمام الساعة واحدة مستر أدهم مدرسة القرآن وصلت اتفضلي يا أستاذة فيروز أدهم باستغراب هو نظر على لبسها واللي نفسه إيه اللي لبسدها أعبايا وإخمار سلام عليكم وعليكم السلام اتفضلي يا عودي هاتي وقهوة وقفل الباب وراكي فيروز بخضة لأ حضرتك سيبه مفتوح أدهم باستغراب لأن شاء الله هو إحنا هنخطفك وهنا تكون انتهت قصتنا النهاردة أتمنى تكون عجبتكم يا ترى الأسباب اللي خلت فيروز تقول لأدهم ده وكمان إيه هو رد أدهم ده إن شاء الله اللي هنعرفه الأحداث الجاية وهنعرف تجوزه إزاي بس ما تنسوش تصلي على النبي اللهم صلي وأسلم وبارك على نبينا محمد وبنشكركم على دعمكم لنا سواء بالتعليقات أو اللايقات وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر